يومهم على النار يفتنون الصادق يقول صلوات الله عليه يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب عملية إذابة يتحول الذهب من حالته الجامدة من حالته المتصلبة إلى حالة ذائبة إلى حالة مائعة إلى سيولة يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته مثل ما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي حدثنا به أبو حمزة الثمالي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه من المصدر نفسه الإمام يقول وَإِنَّ لِيَ الْكَرَّةَ بَعْدَ الْكَرَّةَ سيد الأوصياء صلوات الله عليه وَإِنَّ لِيَ الْكَرَّةَ بَعْدَ الْكَرَّةَ والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات وأنا قرن من حديد إلى أن يقول سيد الأوصية وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع هذا هو التكسير التكسير هو تفريق المجتمع وبعد ذلك تجميع المفترق تجميع المفترق المتشابه وتفريق المجتمع المتنافر هذه هي عملية الكسر عملية الغربلة عملية التنقية أن تعود الأشياء إلى أصلها إلى جذورها الحقيقية في جانبها المادي وفي جانبها المعنوي وفي جانبها الذي يكون ما بين المادة والمعنى فنحن مركب من شيء مادي ومن شيء معنوي صرف ومن شيء ما بين المادة والمعنى على مراتب هذه هي حقيقتنا حقيقتنا في أجسادنا الظاهرة المحسوسة وفي أرواحنا التي هي سر الحياة في أجسادنا وفيما بين أرواحنا وأجسادنا هناك وهناك فالإنسان أكثر من جسد وروح هذا العنوان الشامل العام للإنسان من أنه جسد وروح الإنسان أكثر من ذلك الإنسان له حقيقة تتجاوز الجسد والروح الإنسان الإنسان مركب مجموع من شيء مادي ومن شيء معنوي ومن شيء بل من أشياء ما بين المادة والمعنى مراتبها مختلفة في بعضها يكون المعنى هو الأكثر وفي بعضها تكون المادة هي الأكثر فعملية الكسر هي هذه بالضبط عملية جمع للمفترق المتشابه وعملية تفريق للمجتمع المتنافر فقد تجتمع المتنافرات بحسب القوانين والسنن الكونية وقد تفترق المجتمعات بحسب القوانين والسنن الكونية ولكن في مرحلة الرجعة فإن القوانين هي قوانين التكسير فلابد أن يجتمع المفترق المتشابه وأن يتفرق المجتمع المتنافر وإلى هذا يشير سيد الأوصياء وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع إنه المضمون الذي قرأته عليكم قبل قليل في كلمات صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه عند الآية من سورة الذاريات يومهم على النار يفتنون قال يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته أقرب لكم أقرب لكم هذه العملية بما جاء في حديث مفصل عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه في كامل الزيارات هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران هذا هو الباب الرابع والأربعون الحديث الثاني في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة صفحة وثلاثة وثلاثين إنه الحديث الثاني عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة الذي أقرب لكم من خلاله فكرة التكسير فكرة جمع المفترق وتفريق المجتمع جمع المفترق المتشابه وتفريق المجتمع المتناثر يكسرون كما يكسر الذهب هشام بن سالم يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه قلت فما لمن قتل عنده قتل عند الحسين في زيارته جار عليه سلطان فقتل لأن الحديث عن زيارة سيد الشهداء سائل يسأل الإمام الصادق يا ابن رسول الله هل يزار والدك والسائل يقصد الحسين صلوات الله عليه هشام ابن سالم كان حاضرا يقول لما سأل السائل هذا السؤال قال الصادق نعم ويصلى عنده ويصلى في حرمه الرواية طويلة هشام يسأل الإمام الصادق قال قلت فما لمن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله هذا السؤال إما من هشام وهو الذي يبدو وإما من ذلك السائل والذي يبدو من الحديث أن هشام كان موجودا في المجلس أتحدث عن هشام بن سالم قال قلت فما لمن قتل عنده قتل عند الحسين بسبب زيارته للحسين جار عليه سلطان فقتله قال قال أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة أول قطرة من دمه هذا دم الزائري إذا أردنا أن نتحدث عن دم الحسين طهرت وطهرت بك البلات سنعود إلى هذا الموضوع لكنني أردت أن أذكركم فقط أول قطرة من دم هذا الزائر الذي قتل قتله سلطان ظالم بسبب زيارته للحسين الصادق يقول أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة وتغسل وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص يبدو أن كلمة طينة سقطت هنا لأن الرواية هكذا تقول حتى تخلص كما خلصت الأنبياء المخلصين فلابد من وجود كلمة فتكون كلمة الأنبياء مضافة والمخلصين جمع مذكر جاء مجرورا بالياء والنون لأنه لو كانت كلمة الأنبياء فاعل لكان الوصف المخلصون فيبدو أن كلمة طين قد سقطت من الرواة في المصادر الأخرى وفي النسخ الأخرى لم أجد كلمة طينة ربما تكون موجودة في بعض المصادر التي ما وصلت إليها يدي لكن الذي يبدو من تركيب الرواية لابد من وجود كلمة سقطت هنا لأن المخلصين جاءت مجرورة وجاءت وصفا للأنبياء هذا يعني أن الأنبياء هذه اللفظة هي الأخرى مجرورة فكيف تكون مجرورة لابد أنها جرت بالإضافة والسياق هكذا يقتضي وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طين أهل الكفر أقبح أنواع الكفر الكفر ببيعة الغدير إن كان ككفر أصحاب السقيفة سقيفة بني ساعدة أو كان ككفر أصحاب سقيفة بني نجف هذه الرجعة هكذا يكون العمل فيها بالضبط هذا زائر حسيني قتل الزائر الحسيني الأحداث يستفقها من هنا فإن القيامة الحسينية لأوليائه وأعدائه تكون قبل يوم القيامة الكبرى ومر هذا علينا من أن القيامة الحسينية بحكم الحسيني وبإمامة الحسيني ستكون بعد انتهاء الدولة المحمدية العظمى لماذا؟ لأن الحسين مثل ما يقول إمامنا امامنا الصادق لأن الحسين أسرع كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع لأن باب الحسين أوسع كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع حسين 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 مصباح هدى وسفينة نجاة صلوات على حسين سلام على حسين تحيات تحيات تترى على حسين أول قطرة من دمه من دم هذا الزائر القتيل يغفر له بها كل خطيئة وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طين أهل الكفر ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملأ إيمانا فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب القلوب معنا والأبدان مادة كما بيّنت لكم نحن نتألف من مادة ومن معنى ومن أشياء ما بين المادة والمعنى ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملأ إيمانا فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من أخوانه وتولى الصلاة عليه الملائكة مع جبرائيل وملك الموت ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنة ويوسع قبره عليه ويوضع له مصابيح في قبره ويفتح له باب من الجنة وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنة الطرف هي الهدايا الغالية الحسنة الجميلة وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنة ويرفع بعد ثمانية عشر يوما إلى حضيرة القدس إلى آخر ما جاء في الرواية وتفاصيلها الرواية طويلة الذي أردته أن أأخذ لقطة إجمالية مما يجري على زائر الحسين القتيل هذا من عملية كسر بعد قتله هذه هي عملية الكسر زائر الحسين يستبق الأحداث لأنه ينمى إلى حسين وقتل في فناء حسين فهو يستبق الأحداث يستبق كل التفاصيل التي ترتبط بمجريات أيام الله بالضبط كأصحاب الحسين الذين أراهم جنانهم إذا كان قد أراهم جنانهم هل مستبعد أنه قد أراهم الكرة وما يجري فيها إذا كان أراهم جنانهم جنانهم ما بعد القيامة الكبرى حتما أراهم جنانهم في عالم البرزخ وحتما أراهم الكرة وما يجري فيها فعينما حدثهم إنه يحدثهم بحديث الحقائق هكذا حدث الحسين أصحابه ليلة عاشراء فعينما كان يتحدث كانت الحقائق تنهمر على عقولهم وقلوبهم وكان اليقين يسري ما بين أرواحهم وأجسادهم ولذا رأوا وتلمسوا وأحسوا كانت بصائرهم في أقوى حالاتها الحسين هو الذي فتحها الحسين بنوره أشرقت أنوار بصائرهم لقد رأوا كل شيء لأنهم قبل ذلك أعطوا للحسين كل شيء أعطوا أعطوا عقولا وقلوبا وضمائرا ووجدانا وعواطفا وحبا وبغضا وكل شيء قدموه في محراب العبادة الحسينية فأعطاهم الحسين كل شيء فتح لهم بصائرهم فكانت الحقائق تتجلى ما بين أرواحهم وأجسادهم من هنا تهافتوا تهافتوا بشكل وصفهم أمير المؤمنين بالعشاق وما وصف أمير المؤمنين أحدا بهذا الوصف غيرهم المسارعة سارع سارع والمسابقة سابق سابق في القرآن هناك مسارعة هناك مسابقة هناك تعجيل عجلت إليك ربي لترضى هناك مسارعة هناك مسابقة هناك تعجيل معاجلة وهناك فرار فرار إلى الله هذه المضامين التي وردت في القرآن إذا أردنا أن نطبقها في ذروة معانيها هي في هؤلاء في الحسينيين في الذين تهافتوا عشقا وهياما في محراب الحسيني قبل عاشوراء لكن عاشوراء كانت لوحة رسموها بدمائهم وفي الحسينيين وفي الحقيقة رسموها بعقولهم وقلوبهم بعقيدتهم بعبوديتهم بين يدي الحسين أما أنهم رسموها بدمائهم فذلك شيء متأخر فإن الحسين أراهم ما أراهم قبل أن تسفك دماؤهم لماذا؟ لأن العقول ولأن القلوب ولأن الضمائر ولأن الأرواح ولأن الأجساد قد تطهرت صارت طاهرة لأنها التسقت بهذا الطهر الطاهر المطهر الذي طهر وطهر به كل شيء التسق به يا حسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد إذا كانت البلاد الجامدة بك قد طهرت فكيف بهذه العقول والقلوب التي سر حياتها أنت كيف لا تتطهر أولئك هم أنصارك الأخيار الذين نزورهم في زياراتهم هكذا نخاطبهم في بعض زياراتهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هذا في الزيارات أقرأوا في مفاتيع الجنان في زيارات أصحاب الحسين السلام عليكم يا طاهرين من الدنس من الذي طهرهم من الدنس مصدر طهارتي هذا الذي نخاطبه أشهد أنك طهر طاهر مطهر والثيران يقولون أن دماءه نجس ثيران نجف هذه البهائم لا أدري بأي عقول تفكر بعقول الحمير بعقول البخال بعقول البقر والثيران يقولون في كتبهم في رسائلهم العملية وقد عرضت هذا في البرامج السابقة وسأعود إليه في الحلقات القادمة إذا كان هناك من ضرورة لعرضه هؤلاء الثيران هؤلاء الثيران يقولون أن دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده حتى بعد استشهاده أما دماء الذين قتلوا من أنصار المرجعية في حرب داعش فهي طاهرة أما دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده والله هم يقولون هذا وعرضت هذا بالفيديوات وبالكتب والمصادر والفتاوى نذهب إلى فاصل